أعمت السلطة أعينهم عما يعانيه الشعب من فقر وخوف ونقص بالأموال والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملأ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا مثلا يحتذا به بالفساد والرذيلة إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها ولا زال يضمحل أيها الثلث المعطل إن وجدتم عذرا بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته فإن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأرة لن تكونوا بمأمن منها ولا تحين مندم ولا تحين مناص أم هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والفكلا فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت وقد جسم التوافق على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخبر واليابس كما يعبرون وقد أضره وبكل وضوح لكل ذي نظر فيا ترى إلى متى يبقى البعير على التل أعني إلى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث والحمد لله رب العالمين مقتدى الصدر شكرا لكم اشتركوا في القناة